موسيقى أهلا بكم كل عام وأنتم بخير وهذه حلقة جديدة من السلطة الرابعة نتجول فيها بين المواقع المختلفة ونبدأها بأبرز العناوين موسيقى في وكالة الأنضول 2017 عام أسود على الأطفال في مناطق الصراعات وفي صحيفة القدس العربي ثلاث منظمات أممية تدعو للوقف الفوري للقتال في اليمن وفي أخبار اليوم الجزائرية اليمن يغرق في وحل 2017 موسيقى أهلا بكم حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف من أن الأطفال بمناطق الصراعات في مختلف أنحاء العالم وقعوا ضحية لهجمات وإهدار لحقوقهم على نطاق صادم خلال 2017 وبحسب وكالة الأنضول فقد قالت المنظمة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إن تلك الهجمات تأتي وسط تجاهل الأطراف المتصارعة للقوانين الدولية الهادفة إلى حماية الفئات الأكثر ضعفا في المجتمعات وأشارت إلى أن الملايين من الأطفال يدفعون ثمنا غير مباشر لهذه الصراعات ففي اليمن خلف ما يقرب من ألف يوم من القتال ما لا يقل عن خمسة ألاف طفل بين قتيل وجريح وفقا لبيانات وصفتها المنظمة بأنه تم التحقق منها مشيرا أنه من المتوقع أن تكون الأرقام الفعلية أعلى من ذلك بكثير وتشير المنظمة إلى أن أكثر من أحد عشر مليون طفل بحاجة للمساعدة الإنسانية وتقول المنظمة إنه من بين ما يقترب من مليوني طفل يمني يعانون من سوء التغذية يعاني أربعمائة ألف طفل يمني تقريبا من سوء التغذية الحاد وهم عرضة لخطر الموت إذا لم يعالجوا على وجه السرعة في ذات السياق تناولت صحيفة الخليج الإماراتية مقالا للكاتب صادق ناشر قال فيه الأطفال أكثر الفئات دفعا لثمن الحروب التي تعصف بالمنطقة العربية المنطقة العربية التي شهدت ولتزال تشهد العديد من المحطات الدامية من هذه المحطات ما يحدث في سوريا واليمن فمعظم ضحايا الأطفال في اليمن يسقطون في جبهات القتال حيث يدفع بهم الحثيون لخوض المعارك دون خبرة ولا معرفة بمخاطر الحروب وقال الكاتب إنه في أحدث تقرير تصدره منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف اعتبرت المنظمة فيه أن عام 2017 الذي تطوى اليوم آخر صفحاته كان مدمرا للأطفال في مناطق النزاع والحروب حيث شهد حالات قتل وتشويه وخطف واغتصابات استهدفت أطفالا كان يفترض أن يكون في مأمن من كل تلك العذابات والانتهاكات تشير المنظمة الأممية إلى ارتفاع مستوى الانتهاكات ضد الأطفال خلال العام الماضي خاصة في المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة ودعت المنظمة إلى توفير الرعاية الضرورية لهم وتجنيبهم الصراعات التي تحدث في العالم كما اعتبرت أن الانتهاكات ضد الأطفال في مناطق النزاع حول العالم بلغت مستويات وصفتها المنظمة بالصادمة خلال 2017 في المحاصلة الأخيرة يواجه الأطفال خطر المواجهات الدامية التي يشعلها الكبار وتكتظ مخيمات اللاجئين بالآلاف منهم خاصة أنهم لم يعد بإمكانهم ممارسة حياتهم الطبيعية التي كانوا يعيشونها في بلدانهم ففي هذه المخيمات يعيشون حالة اغتراب عن وطنهم وحالة افتراق عن بيئتهم التي اعتادوا عليها بما في ذلك خسارة المدرسة والمستوصف والحديقة والمنتزهات التي كانت توفر لهم حياة طبيعية ويختتم الكاتب المقال قائلا أوضاع الأطفال في العالم العربي لا تسر أبدا وإذا كان الأطفال يعيشون حياة التسرد في البلدان التي تشهد معارك ومواجهات عسكرية كما هو الحال في اليمن والسوريا والعراق وليبيا وغيرها فإن الأطفال الذين لا تعيشوا بلدانهم حروبا مدمرة ليسوا أفضل حالا من أقرانهم لأنهم يواجهون نوعا آخر من العذابات التي لا تنتهي فالجوع والتشرد يعصفان بمآة الأطفال في مختلف الدول العالم العربي فيما الحكومات لم تعد قادرة على فعل شيء من أجلهم بسبب الفساد من دون أن يكون لهذه الحكومات قدرة على كبح هذا الوباء الذي يستفحل في المجتمعات العربية منذ عقود طويلة إلى صحيفة القدس العربي التي تقول إن ثلاث منظمات أممية دعت جميع أطراف الصراع في اليمن إلى الوقف الفوري للقتال والوصول الإنساني العاجل لجميع المدنيين منوهة أن 75% من سكان اليمن باتوا في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية وبحسب الصحيفة فقد قالت منظمة الأمم المتحدة لحماية الطفولة ومنظمة الصحة وبرنامج الغذاء العالمي قال هؤلاء في بيان لهم إن الصراع في اليمن خلق أسوأ أزمة إنسانية في العالم حيث يحتاج نحو 75% من السكان إلى المساعدة الإنسانية العاجلة بما في ذلك أحد عشر مليون طفل لا يستطيعون البقاء بدونها وأضافت أن ما لا يقل عن 60% من اليمنيين يعانون الآن من انعدام الأمن الغذائي و 16 مليون شخص لا يحصلون على المياه الصالحة للشرب والمرافق الصحية المناسبة تقول أخبار اليوم الجزائرية شهد اليمن خلال عام 2017 أحداثا بارزة غيرت كثيرا من ملامح البلد المضطرب منذ أكثر من ثلاث سنوات وربما تلقي بظلالها على حياة اليمنيين في 2018 عاش اليمنيون تقول الصحيفة عاما عصيبا ربما هو الأسوأ زادت فيه وطأة الحرب وانهار القطاع الصحي وتفشت الأوبئة وتوقف صرف رواتب موظفي الدولة لتتفاقم المعاناة في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم تقول الصحيفة يمثل مقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح برصاص الحثيين الحدث الأبرز في 2017 ويرى مراقبون أنه قد يغير خارطة الأزمة اليمنية للعام المقبل شهد عام 2017 تغيرا كبيرا في مسار الحرب فتحالف الحرب الداخلية المتهم بالانقلاب على السلطة واجتياح صنعاء عام 2014 بدأ في هذا العام بالتآكل من الداخل وبالمقابل عجزت القوات الحكومية مع التحالف العربي بحسب الصحيفة عن كسر شوكة مسلح الحثيين وصالح الذين يتهمون بتلقي الدعم العسكري الإيراني نفست الكوليرا الحرب في حصد أرواح يمنيين إذ تفيد أرقام منظمة الصحة العالمية بوفاة أكثر من 2200 حالة أخيرا تقول الصحيفة رغم الانحسار النسبي للوباء بفضل التدخلات القوية للمنظمات الدولية تحذر الأمم المتحدة من أن إعاقة وصول الإمدادات سيقوض كل جهودها ما قد يعيد الوباء إلى الواجهة خلال 2018 وأجمالا تسببت الحرب في تدهور الأوضاع في أفقر بلد عربي حيث بات 21 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات الإنسانية وفقا للأمم المتحدة وفي صحيفة الحياة أعد المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وهو الذي يضم 17 دولة عربية بالتعاون مع البنك الدولي أعد دراسة تهدف إلى تقويم وضع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في اليمن والتطور الحاصل خلال السنوات الماضية وتضمنت الدراسة نقاطا مهمة تعكس الوضع الحقيقي لسوق الطاقة الشمسية الكهروضوئية والازدهار غير المسبوق في انتشارها لافتة إلى أن هذا التطور كان نتيجة تفاقم الصراعات السياسية في اليمن التي أدت إلى انقطاع شبكة الكهرباء العامة عن معظم المدن إضافة إلى أزمات المشتقات النفطية وخلال مؤتمر صحفي عقده المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة أطلق مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليمني ورقة بعنوان استخدام الطاقة الشمسية في اليمن الحاضر والمستقبل لخصت الورقة أبرز التحديات التي تواجه الطاقة الشمسية المتمثلة بما يواجهه المواطن اليمني من تضخم اقتصادي وتدني في قيمة العملة المحلية ما يضعف القدرة الشرائية لمنظومات الطاقة الشمسية المستوردة إضافة إلى غياب الرقابة على جودة الأنظمة الشمسية ما يجعل الأسواق ممتلئة بالممتجات المقلدة والمزيفة وبحسب الصحيفة فقد اعتبرت الدراسة التي اطلعت عليها صحيفة الحياة أن استخدام الطاقة الشمسية في اليمن سيوفر للاقتصاد اليمني مردودا اقتصاديا ضخما من العملة الصعبة من خلال تأمين 675 ألف طن من الوقود التقليدي بقيمة تساوي نحو 600 مليون دولار في كل جيجاوات من الطاقة الكهربائية أخيرا إلى يمن مونيتور الذي يقول إن الريال اليمني شهد انهيارا حادا في سوق الصرف بالمناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي إذ اقتربت قيمة الدولار الواحد من 500 ريال وقد سجل الريال السعودي 120 ريالا يمنيا من عكس سلبا على ارتفاعات السلع الغذائية المرتفعة أصلا بفعل الانهيارات السابقة وإجراءات الحوثيين وقال أبو خالد وهو أحد أصحاب محلات الصرافة في أمانة العاصمة ليمن مونيتور قال إن السعر الصرف للدولار الواحد وصل اليوم إلى 500 ريال للبيع والشراء وصل إلى 445 فيما وصل سعر صرف الريال السعودي إلى 120 ريال للبيع والشراء وصل إلى 119 ريالا وأكد أن هذا الارتفاع يأتي مع اختفاء للعملة الصعبة من السوق المحلية مشيرا إلى أن هناك عملية كبيرة لسحب العملة من السوق المحلية بشكل مستمر وهي التي تعمل على مواصلة ارتفاع أسعار الصرف كل يوم من جانبه تحدث أبو أنور وهو تاجر تجزئ ليمن مونيتور قائلا أسعار صرف العمولات الصعبة هي التي تؤثر في الارتفاعات السعرية بشكل كبير فسعر كيس الدقيق ارتفع من 6000 ريال إلى 8000 ريال أما الأرز فقد ارتفع من 13000 ريال إلى 24000 ريال ومثل ذلك يقال عن بقية السلع فالارتفاعات السعرية تمت في جميع المواد دون استثناء نهاية جولتنا لهذا اليوم السلطة الرابعة دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة